نجي على الـ Sub-Urban Communities هذه الـ Sub-Urban Communities هي أساساً موجودة أربان يعني شنو موجودة بالمدن هي أساساً مدينة يعني الناس عايشين بالمدينة لكن شنو على الأطراف هذه الأحياء اللي يصير بعيدة خاصاً هاي اللي هستوها يبنوها الأحياء اللي تكون سكانها قليلين لكن شنو هي مدينة ووضعهم ووضع مدينة وتكون على الأطراف بعيدة عن السوق بعيدة عن المحلات هذه شوية تكون أقل ازدحاماً فهي residential area located outside a city or town إذن هي خارج المدينة على أطراف المدينة typically within a community distance of a larger urban center يعني أكو مسافة بعيدة عن مركز المدينة These communities often feature lower population density هاي مهمة الفيشور اللي يعيدهم إنه الكثافة السكانية بهاي المنازل أو السكان اللي على الأطراف تكون كثافتهم أقل Single family homes يعني مو بيت على بيت لا شوية البيوت تكون أفارق بيناتها And more relaxed peace of life يعني أكو حياة هادئة أفضل Compared to the cities شونا المشكلة اللي بيها المشكلة اللي بيها أن هي بعيدة فمن هي بعيدة يعتمدون على شونا يعتمدون على السيارات يعني مو مثل هذا أبو المدينة أبو المدينة المدرسة يمه قريبة السوق قريب المحلات قريبة فممكن أنه يتمشي إلها مشي وهالي المشي يعني physical activity تعتبر فهذول الإبعاد يعتمدون على شونا على وسائل ناقل مثل السيارات فبالتالي تصيرعتهم sedentary lifestyle يعني ماكو physical activity ماكو مشي ماكو رياضة فبالتالي رح يعانون من السمنة ومشاكلها ومضاعقة هاي المجتمعات اللي تكون كلش معزولة يعني لا هي رورال لا هي أربان لا هي سب أربان هاي تكون كلش معزولة بالجبال بالجزر بالصحاري هذول اللي يعيشون بيوت شعر بالصحاري هاي تعتبر هاي زوليتة معزولة تماما شايفين هذولي البدو الرحل موجودين لا يزالون موجودين يعني بمجتمعنا هذولي البدو يعني تلقاهم بس عائلتهم يعني معتهم جيران ليش؟ كل فترة تلقاهم ساكين المكان حسب الوضع زيان ويعيشون يعني ببيوت شعر وعلى مسافة بعيدة ما حد يمهم تماما فهذا يتلقاهم معزولين تماما عن المدينة عن الأرياف عن القرى فare those that are geographically distant from major urban center كل شبعات من مركز المدينة بعيدين عن وسائل النقل الحديثة they often experience limited access to the essential services هذولي بما انهم يعيشون بأماكن معزولة تماما قلنا جبال صحاري جزر فهذولي الاجسس بالتهم للخدمات الضرورية تكون محدودة يعني هذا ما يقدر ما عنده وسيلة نقل الشوارع ميمة ما يقدر يوصل لا المستشفى لا المدرسة لا الأماكن الثانية ضرورية لا الخدمات الضرورية مثل هاي الessential services اللي ما يقدر يوصلها الهيلتكير المركز الصحي الاجتوكيشن المدارس والإنفراستركتشور these communities may be located وين ممكن هي بالرورة الارية بس شنو اكو رورة الارية تكون قريبة على الشارع تكون أقرب يعني تكون عوائل عائشة هوايا ومعزولة فهايا ممكن موجودة أصلا برورة الارية لكن معزولين هما مونتين بالجبال المناطق الجبلية أو بالآيلاند بالجزر شنو البروبلمز مالتهم هي أهم بروبلم إنهما ما يوصلون صعوبة الوصول إلى الخدمات الرئيسية ضرورية مثل الخدمات الصحية اللي هي أهم شيء فسفير لك اكو نقص بالفاصلتيز بالهيلتكير فاصلتيز يعني ما معقولة هاي المنطقة المعزولة اللي بجبالي اللي بصحاري يروحون ينصبوني يمهم مركز صحي فإذن ماكو أصلا يعني خدمات صحية وسائل mental health ممكن يتعرضون إلى مشاكل نفسية عقد نفسية ما يتواصلون ويالناس يلتقون لهم ليش بسبب العزلة يعني هم متعودين على العزلة ما عدوا هاي الأشياء اللي بالمجتمع ماكو socialization educational disparties and economical hardship أكو عدهم صعوبات وفوارق بالتعليم ما يوصلون للتعليم فما عدهم أصلا يعني عدهم مشاكل بالتعليم و economical hardship يعني صعوبة الوضع الاقتصادي مالتهم يعني هم لا هم مبرورة إيرية فعلية ويعتهم مثلا مثل ما نقول هاي الأنموز والأراضي الزراعية ثابتة لهم كدخل ثابت يعني ولا هم بالمدينة فهذور يعتهم كلش عوائق مالية وضوائق مادية كبيرة نجح على تعريف الفاملي شنو هي الفاملي وليش إحنا ندرس الفاملي الفاملي مثل ما قلنا الفاملي تعتبر هي أو إلها العفو دور رئيسي بالhealth of the individual يعني الفاملي هي اللي تربي الطفل هي اللي تربي على العادات الحميدة الصحية هي اللي تربي على العوامل المجتمعية اللي تكون مفيدة بالنسبة للصحة مثلا هو اللي فاملي الأب أو الأم هم اللي يفرضون على طفلهم أو يربونه ويعلمونه مثلا أنه التدخين ما يصير ومضور أنه الكحول ما يصير حرام وعيب إلى آخره من الأشياء اللي يمكن يعلموها من عدل education education اللي هو التعليم حقه بالتعليم بالمدارس يسجلوا بالمدارس تابعونا ينطوء اهتمام عاطفي emotional حتى لا يعاني من مشاكل نفسية وعزلة وتوحد بعدين فالفاملي هو group of person مجموعة من الأشخاص united by ties of marriage تربطهم روابط زواج روابط دم or adoption constituting a single household يعني 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 with each other in their respective social rules إذن أكو أهم شغلة اللي تنبني على أساس العوائل هي القواعد المجتمعية المحترمة respective أهم شي يعني تنبني العوائل على أساس الاحترام على أساس العادات المجتمعية المحترمة الإيجابية of the husband and wife إذن husband والwife هم اللي يأسسون العائلة على هاي الأسس الإيجابية mother and father son and daughter brother and sister وcreating a common culture بياناتهم هذول العائلة إحنا قلنا الكولتر ممكن أكو عادات ثقافية ما البلد ما المحافظة ما الجنوب ما شوان لكن حتى العائلة العائلة إلها عادات الثقافية الخاصة بيهم الفامولي in the health شنو فائدة الفامولي إحنا شنو اللي مستفادين من الفامولي وليش آني جيت درست الفامولي وأريد أعرف معلومات عنها شنو أهميتها أول شغلة من اللي ينطل caregiving من اللي ينطل عناية حتى لو مثلا واحد سواء كان طفل أو كان كبير بالسن شيخوخة ويأتهم أمراض مزمنة يحتاجون عناية هاي العناية سواء للطفل كتغذية الطفل وتربيته وتعليمه وبالنسبة لكبار السن واحد يطيهم علاجهم واحد يراجع بهم المؤسسات الصحية يشوف حاجتهم هاي الكير من اللي يقدمها يقدمها الفامولي فالكير كيفين هي أهم نقطة الفاموليز أوفن بروبايد برايماري كير أول كير تتقدم منه من اللي ينطل علاج هذا المزمن الكبير السن من اللي ينطي من اللي يتابع حالته البرايماري كير أول عناية صحية تتقدم من قبل الفامولي فور دي إيلدرلي للناس اللي كبار بالعمر للكرونيك للي يقدهم أمراض مزمنة وكذلك للأطفال وهذه البرايماري كير هاي العناية اللي تقدمها الفامولي هاي بالطبع راح تأثفر على الهيط يعني الفاموليز اللي هي مهملة مثلا فسحنا تجينا هواية حالات بالأطفال أكو فاموليز معتها تعليم يعني جهل أمية معتهم عناية بالأطفال فمن يشوفون مثلا طفل عدة يتقيأ وسال دياريا وبومتي برزي يشوفوا مشكلة عادية يعني يخلوه أسبوع هذا الطفل الطفل البيويت مالته قليل الأكثر شيء بالبيويت مالتهو يمثله شنو الماء يشكل نسبة كبيرة من الويت مالة الطفل هذا من يفقد سواء بالدهاري والبومتي بسرعة يتعرض إلى جفاف فممكن يتعرض إلى مضاعفات نقصان الأملاح وممكن يتعرض إلى الجفاف ومن ثم الوفاة زيان؟ فأكو فاموليز يشوفونا هاي مشكلة شنو مشكلة عادية ويخلي سبوع خمسة يام إلى أن يوصل مرحلة يتعبيها من الجفاف يلا ينقلها للمستشفى أو المركز الصحي بينما الفاموليز اللي تقدمت كيار اللي يعدها تعليم اللي يعدها ثقافة هايا لا هايا من أول ما يصير الطفل يشوفون أنه مو طبيع عدد مرات الإسهال مثلا مو طبيعية عدد مرات الوامتك مو طبيعية شوفوها بكثرة فهنا يخافون يرحون يراجعون أقرب مركز صحي فهذه يعني تفرق بالنسبة للفاموليز الهيلث اجوكيشن اللي هي الثقافة أو التعليم الصحي فاموليز اجوكيت ميمبر هي اللي يتعلم أطفالها أو أفراد أسرتها على السلوكيات الصحية مثلا الواحد الأكل الصحي علمونا عليه ابتعد عن الأجباس والأندومي وأكل أكل صحي فواقع وفضروات من اللي يقدمها للطفل من اللي يحاول يعلم عليها للأهل اللي هي الدايت مثل ما قلنا هسا قبل شوية أكو فاموليز مهملة يعني الطفل يخلون يأكل تشبسه وببسي هذا من يشرب وببسي أصلا يكتفي طاقته تكتفي وبعد ما يأكل لا يأكل لا خوز لا تمن لا لحوم لا خضروات لا فواكه هذا تلقى بي نقص أملاح نقص معادن نسبة الدم التفقر دم تلقى عنده لأن يشبع بهاي الأشياء اللي هي بها سكريات عالية تنطي طاقة بينما لا أكو فاموليز مثقفة أو شي تبعد هاي الأشياء أو تستعملها بشكل كل شي محدود فتشوف تغذية أبنائهم أفضل الأكسرسايز يعلمهم على الرياضة هيا جين براكتس العادات الصحية مثلا نغسل إيدك قبل لا تأكل لأنه أكون جراثيم وطفيليات تنتقل يعني عن طريق الأكل لما تكون يعني الإيدين متوسخة مثلا يغسل بعد استعمال الحمام وغيرها من العادات الصحية الإيموشنال سبورت من هو اللي يقدم الإيموشنال سبورت يعني لو واحد ستفرق واحد يميز بين واحد عايش وحده واحد عدة عائلة اللي عند عائلة يدعمونها بكل حالات يدعمونها بحالة بحالة الشدة بحالات النفسية التعبانة بحالة البدنية التعبانة فكلها من يحصل هالأشياء الدعم المعنوي من العائلة العاطفي بينها ولو كانوا واحد واحدة لا هذا ممكن أصلا تتفاقم حالة البدنية والنفسية فالإيموشنال ويلبينك من يحصل سبورت يعني أنت كطبيعة ما تقدر تقدم هذا هذا الإيموشنال سبورت كلها النقاط البرايمري كير الإيجوكيشن الإيجوكيشن الإيموشنال سبورت هذا أنت ما تقدر تقدم ما تروح تربي واحد واحد فهي تغرسها إليك الفامولي هي اللي تزرعها إليك أيضا هاي الصحة العاطفية والنفسية ممكن تأثر على الصحة البدنية كلما كان واحد معنوياته ونفسيته زينه رح يستجيب للعلاج رح يروح هو يلتزم بالعلاج فبالتالي صحة البدنية أيضا تتحسن الجينيتيك فاكتر هي العوامل الجينية المفروض عدتها علم بالهيستري مالتها يعني عدتهم علم بالأمراض الانتقالية ومو يبقون يزوجون أقارب يعني مثلا هم محاملين للثلاثيمية أقارب وأولاد عم مثلا الثنين هم محاملين ثلاثيمية فالمفروض يكون أكوى عدت الفاموليز إنه يعرفون أكوى أمراض انتقالية عدتهم فهدول المفروض ما يزوجون صح لو لا حتى لا أن تشطفل عنده ثلاثيمية ميجر اللي هي يعتمدون على الدم طول حياتهم وبعدين مضاعفاتها وبعدين الوفاة فالمفروض أكوى عدت الفاموليز لازم يعرفون أنه الهيستري مالتهم شنو الهيستري الطبي مالتهم الماديكال هيستري فالفامولي ماديكال هيستري can help in understanding and managing hereditary disease ممكن أنا أعارض من خلال هالأمراض الوراثية أو مثلا إحنا هاي التحليل ما قبل الزواج وغيرها يمنعون بعض الزواجات بسبب وجود عوامل انتقالية السوشالايزيشن من اللي يغرس قيم المجتمع قيم المجتمع والعادات الأخلاقية من اللي يغرسها بالأطفال أكيد الفامولي فالفامولي install value وهي اللي تغرس أن القيم القيم الصحيحة النورمس القوانين الاجتماعية خلينا نقول مقوانين الدولة لا أكو قوانين اجتماعية أكو أشياء يعني أكو أشياء بواحد ما يصر يتجاوز مثلا ما يصر تدفر باب جيرانك صح له لا ما يصر تضرب جيرانك هاي اللي نقصد بها النورمس اللي هي قوانين اجتماعية and practice that affect health بها فيروع بعض الأشياء اللي يقومون بعملها اللي ممكن تأثر على السلوكيات الصحية والattitude toward health care فملخص بعد ما أخذنا هاي الخمس نقاط اللي تأديها الفامولي وأعرفنا أهمية الفامولي بالhealth and disease نجو نلخصها بهاي الجملة اللي قالتها فلورنس نايتنج غيل اللي هي هذه ممرضة بريطانية قالت بأنه secret of the health سر الصحة lies in the home of the people إذن يعني سر الصحة وسر الحياة الصحية موجودة في بيوت الناس إذن تأسيس الصحة تأسيس العادات الجيدة اللي تأثيرها إيجابي على الصحة كلها موجودوين في بيوت الناس تتأسس عند الفامولي نجي نعرف شنو الكولتشر الكولتشر هي عبارة عن شنو عبارة عن عادات عبارة عن ثقافات هاي الثقافات قد تكون حسب العرق حسب القومية كرد وعرب وتركمان وإلى آخره حسب الديانات إسلام مسيح صابئة كل مجموعة عائلهم عاداتهم وتقاليدهم فهي هي عبارة عن سلوك مكتسب أنت تتعلمه تتعلمه من المجتمع اللي أنت عايش به which has been socially acquired شون أنا أتعلمها يعني ما يجي طفل من بطن أمه هو راح يعرف من يعيش بالمجتمع راح يكتسب هاي الأشياء acquired مكتسب شون العادات الثقافية اللي ممكن تأثر على الهيط أنا قلت لكم قبل شوية إنه واحدة من العادات اللي موجودة مثلا حسب الديانة إنه اللي أعرفه آني ممكن إحنا ما نعرف معلومات تفاصيل عن ديانات الأخرى لكن خلوا نقول لي نعرفه إنه الإسلام يحرم نحمل خنزير يحرم الدم يحرم الميته فإذن هاي cultural factors شنو تأثر على الهيط بالطريق الإيجابي بالاتجاه الصحيح والمسار الصحيح فشنه cultural factors أول شغلا dietary practice شنه dietary practice cultural diet can influence nutritional status on the prevalence of the diet related disease يعني أكو عادات ثقافية بالديت مثلا يعني لازم يتقدم بالسفرة بيها اللحوم بيها فواكه بيها فضروات أهمية الفواكه أهمية الفضروات هاي العادات اللي موجودة عد الناس بينما أكو لا ما عدتهم هاي العادات الثقافية يأكلون فاست فود لفات همبرغر غيرها هاي الأشياء اللي ممكن الضرب الصح المعتقدات الصحية يعني أكو ناس عندها معتقدات مثلا يتعالجون بالأعشاب يتعالجون بأشياء ثانية بيتهم معتقدات حوله مسببات الأمراض يعني مثلا هو شي يقول أكون ساعدنا يعني يزال هذا المعتقد موجود إنه أي واحد راسه يوجع أو يتعرض للشمس هذا يصير شنو يصير تايفويد هاي خطأ هذي يعني أكو هواية ناس عندهم معتقدات حول الكوزز فهمو شي يعتقدون أكو ناس عندهم معتقد خاطئ بأنه الشمس ووجع الرأس يتعالجون تايفويد بينما تايفويد مختلف تماما إن شاء الله تاخدوه بال بال بالإنفكشياص موديول التايفويد مختلف تماما أعراضه ومسبباته فالمهم أكو بليف حول مسببات الأمراض حول طريقة علاجها أكو ناس تلجأ المن تلجأ الترادشنل ميدسن طب العرب طب التقليدي اللي هو يعاكس المودر ميدسن بعد شنو الأشياء الموجودة بالكولتشور فاكترز اللي ممكن تأثري على الهيوف بطريقة إيجابية أو سلبي هنا أنا مثلا عندنا أكو نومس أكو قوانين أو عادات بالمجتمع حول الفيزيكال أكتيفتي وأهميتها يعني الرياضة البادي إيميج البادي إيميج وناس قد اهتمامهم بصورة جسمهم هؤلاء تلقاهم يلجأون إلى الرياضة فإذا هاي وين جاي نمشي نمشي بإتجاه الصحيح من خلال البادي إيميج وكذلك السلوكيات الصحية هاي كلها ممكن تأثر على الهيوف مثلا إحنا جاي أدامهم قضاء عندنا بعموال باكستانيين هواية لغتهم تختلف تماما ما يقدرون يتواصلون حتى بالإنجليزي بصعوبة فممكن بصعوبة تفهمهم تفهم أعرافهم عكس ما أنت تشوف لك واحد عراقي راح تفتهم بالتفاصيل شون هو عنده بينما هذا الإنسان يعني هو أجنبي ويشتغل بغير مكان هذا صعوبة بالكوميونيكيش عنده وباللغة مالت فاللانجوج باريير حواجز اللغة ممكن يتأثر على يعني تأثر على وصوله إلى المستشفى ووصوله إلى العيادة وكذلك نوعية الخدمة أو العناية المقدمة يعني أنا مثلا أنا ما أفتهمت هذا الأجنبي ما أفتهمت كل شو شون يريت حاولت أفتهم قدر الإمكان شي بسيط من عنده وانطيت علاج على قد هاي الشغلة ما سوت الانفستيجيش مثلا هواية ما حاولت أفتهم أكثر من عنده فهاي سوتنا حواجز فبالتالي راح ينقص من وصير تأثير على نوعية العناية اللي يحصلها ريليجيس براكتس الأشياء الدينية اللي حتشيناها قبل شوية ريليجيس بلييف مي انفلوانس هالف بيهيبير أكبر عادات دينية يعني ممكن إلها تأثير على السلوكيات الصحية متاشي الفاستينك الإسلام عطم شنو بصيام الصيام هذا طبعا مفيد للجسم زيان بعد شنو برو انهيبشن أو سيرتين فود مثل ما قلت لكم هنانا عندنا الإسلام يقول هاي الأشياء حرام الكحول القنزير إلى آخر هاي الأشياء حرام وهاي الأشياء محللة لكم ليش الإسلام حرمها لأنه بيها مضرة أكثر من نفعها فبالتالي هاي تمشيانا بالاتجاه الصحيح بالشيء الإيجابي اللي ممكن يأثرنا على الهيالف بيهيفي فبرو انهيبشن أو سيرتين فود منع بعض الأطعمة والأتيتو تورد ميديكال انتربينشن وكذلك السلوكيات أو الوسائل اللي من خلال يوصلون للتداخلات الطبية مثلا أكو البعض يحرم مثلا طبيب يشوفه طبعا يعني هواي أكو تساهل بالدين باللسبة لدين الإسلام هواي أكو تساهل بس أكو ميديكال انتربينشن يعني ممكن أكو بعض المعتقدات بعض الناس باعتقادهم إنه يعني عمليات ممكن ما يصير زوليها طبيب الفيميل وهكذا يعني ما بين الجنسين هذه الحد هنا خلصنا الكتشور فاكتر وتأثيرها على الهيالف بها فيها نجي على السوشال كونترول شو يعني سوشال كونترول يعني سيطرة مجتمعية أنت تحاول من خلال أشياء قانونية أو أشياء مجتمعية غير القانونية تحاول تسيطر على المجتمع الأشياء القانونية مثلا أنا أمنع الدولة تمنع الدولة تمنع إنه واحد درينكر بالشهارة زيان الدولة تمنع المخدرات تسجن فاجر المخدرات الدولة تمنع السموكينج بالأماكن الحكومية بالمستشفى غيرها تحاول تحد من عنده تمنع بيع نوعيات من السكائر مضرقة جدا تصنيعك جدا سيئ فعلى الأقل الدولة تمنع استيراد هذا النوع فهذه من خلال القوانين الرسمية أو أسوي سيطرة مجتمعية من خلال أشياء غير رسمية اللي نعلمها بالمدارس بالبيوت بعادات المجتمع قيام مجتمعية فهي شنو هاي السوشال كونترول هو السم أوف دوس ميثود إذن هي مجموعة من الطرق المتنوعة باي ويتش سوسايتي تراي تونفلونسي هيون بهابير اللي من خلالها المجتمع يحاول يأثر على سلوكيات الإنسان حتى أحافظ على مسار صحيح أو مطلب معين النيت فور دي سوشال كونترول أنا ليش أحتاج أسيطرة على المجتمع أول شغلة مانتين سوشال أوردر أحافظ على مطلب واحد مسار واحد استابرش أسوشال يونيتي يعني أحاول أخلي وحدة مجتمعية ريجوليت أو كونترول أسلطر على التصرفات الفردية اللي تصدر من الأفراد وشيك كولتشل مال أجسمنت يعني الخربطة اللي بالثقافات اللي يحاولون هستاذ تشوفون يعني وسائل تواصل الاجتماعي من خلال وسائل تواصل الاجتماعي أكون للأسف استخدام سيء أكون شخصيات جاي تظهر تسيء للعادات الحميدة تسيء للعادات الإسلامية الموجودة للعادات الأخلاقية اللي متربين عليها الأخلاقية اللي هي مهمة بالمجتمع أكون صفحات وتواصل الاجتماعي تحاول تسيء لها فلازم نحن كلها نشيك المال أجسمنت يعني لازم نخلي كل شيء مكانه فقلنا من خلال شنو أنا أسوي من خلال الأشياء الغير رسمية ومن خلال الحكومات تفرضها من خلال يعني الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية من خلال المحاكم بينما الطريقة الثانية هي الطريقة الغير رسمية اللي هي نتعلمها قلنا بالمنازل بالفاموليز بالمدارس إلى آخرها فالإنفورمال مينز اللي هي قلنا نتعلمها بالمجتمع والمدارس اللي هي غير رسمية أول شيء انترناليزيشن انترناليزيشن يعني أحاول شون ما نقول أكبر قيم معينة أغرس هاي القيم المعينة بالمجتمع فإنفورمال مينزيشن يعني الكل فرد راح يتعلم ويأخذ فتقوانين من المجتمع معينة وقيم مجتمع من يأخذونها من خلال يعني أنا أحاول أوظف أوظف وسائل التواصل الاجتماعي أحبذ على القيم المهمة أنه هذا ما يصير وهذا ما يصير أحاول أمنع الأشياء السلبية نحاول نسيطر على الوضع الموجود بالمجتمع شون هي يعني مثل ما نقول العوامل اللي تسوي للفرد دخلها بالمجتمع شون هي الأشياء اللي دخل الفرد بالمجتمع وعادات المجتمع القيمة المؤسسة هي ومن ثم المدرسة الأصدقاء الميديا الميديا كل شي مهم الميديا الإعلام يعني إحنا لو نستغل الإعلام وبصورة صحيحة هس لو جاي تشوفون أكو إساءة للإعلام مثلا هاي المسلسلات اللي تطلع أكو مسلسلات تطلع البطل اللي هو محبوب يحبون الأطفال المراهقين يحبون هذا البطل زيان يطلعون يعني هو واحد يقتل يعني القتل عده بسهولة يطلعون درينكر سموكر هاي الصفات السيئة كلها بي مع ذلك يخلونه هو شخصية البطل ويخلونه هو المحبوب هاي شنو هاي عليه علامة إكس هاي خاطئة أنا لازم أستعمل الميديا بشنو بطريقة الإيجابية بالعكس أوظف الميديا حتى أغرس القيم الأصح القيم الأخلاقية القيم الصحيح القيم القانونية واللي تأثر على الهياث بشكل الصحيح فالميديا تلعب دور رئيسي مو بس الميديا دور رئيسي تلعب كلها هاي الفاملي والسكول والبييرس والميديا كلهم حتى تعلم الأفراد على القيم والمعتقدات الانفورمال سانكشن يعني بعض العقوبات أو المكافآت يعني مثلا بالمدرسة إذا واحد اليوم خلوق مهبب نظيف عدة عادات صحية حلوة نظافة دراستة بشكل صحيح أنا أنطي جائزة بينما اللي يسيء الأخلاق يأذي غيرها عنده تنمر عنده كذا على البقية هذا أحاول أعاقبة اللي هاي تعتبر عقوبات غير رسمية فهي عبارة عن عقوبات أو جوائز لكن شبيها غير رسمية مثل ما قلنا احنا بعتنا في خانة الانفورمال من أشياء غير رسمية يقوم بيها المعلم يقوم بيها الأب يقوم بيها الأخ الكبير فهي that can be used to encourage conformity or discourage يعني يأما أشجع بيها على السير بالاتجاه الصحيح والالتزام زيانة والامتثال للعادات القيمة والأوامر أو أنه أبعده عن ديفيانس أبعده عن أنه يروح بالطريق الغير صحيح مثل بريس نطجائزة مثل راتيكيول راتيكيول يعني أنه مثلا إذا تصرف تصرف مو صحيح أنا أخليه هذا سخرية أسوي عليه هذا تصرف وأسوي عليه سخرية أو ضحك حتى شنو حتى بعد ما يعيده هذا الطالب أو كسب حتى عن هاي تصرف المو صحيح والأوستراكزم هاي بالنسبة للإنفورمال بينما الفورمال هي أشياء رسمية من خلال يعني الجهات الحكومية والمسؤولة أنا من خلالها أقدر يعني أمنع أشياء مضرة أوظف أشياء مفيدة فأول نقطة هي law regulation من خلال القوانين اللي سانتها الدولة these are formal rules إذن هذه هي عبارة عن قواعد وقوانين رسمية that are enforced by government agencies يعني شنو يعني هذه متقوية ومدعومة من خلال مؤسسات الدولة من خلال وزارة الداخلية وزارة الخارجية and institution بعد شنو عدنا formal sanctions هسا قبل شوي احنا قلنا هنا informal sanctions يعني عقوبات وجوائز غير رسمية يعني بياناتنا بينما هنا formal sanctions عقوبات شنو رسمية ومن خلال المؤسسات الحكومية مثليش these are official punishment إذن عقوبات حكومية عقوبات من مؤسسة for violating law للي يضرب القانون للي ما يلتزم بالقانون or regulation اللي ما يلتزم بالأنظمة والقوانين مثليش هاي الأشياء مثلا واحد يمشي بسرعة يعني هذا اللي يمشي بسرعة مفرطة بالسيارة أو اللي run side يطلع هذا ممكن يسوي حادث يؤدي بحياة هواية من الناس فإذن هذا يستحق العقوبة فشنو يعاقبونا بغرامة مثلا مثلا fine اللي هي غرامة embracement هي يعني السجن أو الحكم عليه مدة معينة إذا كان مدمين إذا كان جرائم أخرى والexpulsion legal system النظام القانوني كله أو النظام القانون بالبلد شنو وعدنا course محاكم الشرطة police والcorrectional facilities الوسائل الأخرى اللي تصحح بسار الفرد هاي key component هي المفتاح الرئيسي للformal social control ركزوا عليه احنا قلنا عدنا formal mean عدنا formal mean من خلالها أنا أسيطر على المجتمع من خلالها أسوي social control أهم نقطة بشنو مدعومة أنا كموظف بالمؤسسات الحكومية الشرطة يعني أفراد الشرطة أفراد المحاكم هذول اللي يدعمهم واللي يقويهم هي المحاكم والشرطة والفاصلتيز والcorrectional والفاصلتيز والأخراث هاي تعتبر هي key component المفتاح الرئيسي حتى من خلالها أنا أفرض قوانين على المجتمع الgovernment agencies اللي هي الوسائل الحكومية والمؤسسات الحكومية various government agencies ليش المؤسسات الحكومية المستشفى المدرسة هاي كلها مؤسسات حكومية military الجيش educational system المدارس والجامعات healthcare system المستشفيات مالتنا وزارة الصحة هاي كلها مؤسسات حكومية فكيفهم شو تريد تفرض قوانين بالمستشفى أفرضها بالمستشفى يفرض ماكو تدخين خلاص ماكو تدخين ماكو زيارة غير قانونية ماكو زيارة غير قانونية فكلها تعتبر مؤسسات حكومية فنقدر نفرض بيها formal needs can also play a role in the social control ممكن أنه تلعب دور في social control social responsibility for the health المسؤولية مسؤولية المسؤولية عن الصحة تبدأ من أصغر واحد بالمجتمع إلى أكبر مؤسسة فتبدأ من ال individual responsibility ال individual الفرد هو مسؤول عن صحته وصحت أطفاله ال community responsibility ثم الجماعات اللي هي مجتمع صغير هو مسؤول عن صحة بعضهم إنه المياه الملوثة يبلغون عنها يعني بما معناه مسؤولين يبلغون عن أشياء يطالبون بحقوق state responsibility مؤسسة أكبر مسؤولية المؤسسات الموجودة المحلية ومن ثم international responsibility المسؤولية الدولية إحنا عدنا نظام دولي دولي يعني على كل العالم موجود هو اللي يقرر شنو الأدوية اللي تدخل للدول وشنو اللي يمنعها بحيث يمنعون بعض الشركات مع الأدوية يدخلون بعض الشركات فهو مسؤول عن صحة كل هاي المجتمعات فإذن تبدأ من الاندفجوال وننتهي دوليا بالانترناشنال responsibility لحد هنا نقصة المحاضرة هذه MCQ وبعض MCQ اللي تنطيكم فكرة عن المحاضرة وتراجعون بها من خلالها thank you very much أتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة